طيب ناخذ الجزء الثالث لما يتغير طرف نتكلم عن العلاقات طبعا في الحياة بشكل عام أيضا هذا يحدث لكن خلنا نتكلم في العلاقات يعني السياسة مثلا يانك صح السياسة لأنها تطلب قرارات تطلب قوة فهي يانك يعني التعليم ين التعليم جانب ين يطلب الرعاية يطلب التربية يطلب التماكن حتى لو حطيتها في المجتمع حتلقى اليانك واليانك شغالة أنا ما بيفصل كثير في هذا الموضوع أنا فيه تفصيل كبير أوكي وعشس بس ما أخذش فيه وبيعطيه حقه يعني ربما يعني نأخذه في يوم بشكل متكامل اللي يهمني هنا كل هالمقدمة اللي سونا كده في العلاقة بس نفهم كيف العلاقة المستنيرة كيف تكون فالنقص ده إنه يكون هي أيضا علاقة ين ويانك أوكي لازم حد يلعبين ولازم حد يلعب يانك هل يصلح بأن المرأة تلعب اليانك والرجل يلعب اليانك يعني يقوم بدور اليانك والجواب نعم يصلح ممكن إذا هم اتفقوا ممكن هي خلاف الطبيعة بس ممكنة وأنا رأيت علاقات بهذا النوع ورأيتها ناجحة بالذات في الغرب يعني يكون المرأة هي اللي قايمة بدور اليانك يعني كيف قايمة بدور اليانك هي اللي تشتغل أوكي هي موظفة CEO رئيس تنفيذي في إحدى الشركات الكبيرة هي اللي تطلع تعقد الاجتماعات كذا هي اللي تحدد مسوية حماية البيت يعني مسوية الألارم سيستم ومرتبة مع شركة سيكوريتي وكذا وهي اللي تشتهد في اتخاذ القرارات هي اللي تقوم في الحسابات في البيت هي اللي كذا هي الجانب المنطقي والجانب الذهني في العلاقة والجانب القرار في العلاقة هو جالس في البيت يرعى الأطفال عندهم اثنين أطفال فهو يرعاهم يوديهم الصبح كذا يقوم في الأشياء مستلزمات البيت يعد يجهز البيت لقدوم الزوجة يعني يخفف سرعتها شوية لما هي تكون مسرعة كذا يعطيها شوية سند وأفكار وكذا في البيت هذا وارد يعني يكون في الغالب لأنهم بدأوا اثنينهم في وظائف وظيفتها هي كثير تدفع مثلا تعطيها خمس سبع تالاف دولار بالشهر وظيفتها تعطيها ألفين يعني فقرروا أن خلص يعني أنا الألفين أنا أدفعهم لك وانت تقعد في البيت يعني أحسن لنا ما في نظام خدم هناك وما في نظام مربيات وما في نظام فخلص أنت يعني تقعد ويقول لك خلص أوكي يعني وتدفع لها فعلا ألفين وهي يعني يبقى لها خمسة آلاف تدفع ألفين ثانية حق البيت أو أو يعني تتشارك مع ألف بألف مثلا من الألفين مالوات اللي يعتبرون حق من حقوق أو كذا أنا أعطيك نموذج أن هذا ممكن يعني مش غلط إذا هم اتفقوا على هذا المبدأ وعاش به هاي الطريقة بس لاحظنا في الغرب لما صار هذا الكلام كثرت عندهم أيضا الميل الجنسي يعني صار هذا الرجل كثير ين فقام يسعى إلى يعني علاقة تحتوي كذلك هو صار يبي علاقة تحتوي هي مشغولة بالشغل وبالقرارات وبالكذا فهو وحين يبي وهي هو ده قائم دور الين الآن الين يحتاج إلى العلاقة التي تحتوي فيبدأ يصير يعني عندها علاقة تحتية وفي الغالب تكون عكسية يعني مش علاقة هو فيها الرجل لا علاقة هو فيها مثل الأنثى يعني من كذا اختلطت الجندر كثير يعني واليوم احنا عندنا أزمة جندر عالمية طبعا هم ضخموا منها وأيضا ضخموا منها لكنها موجودة يعني موجودة فالجواب هو ممكن بس هذا مشطر طب ليش مشطر لأن احنا الآن نعيش هذه الفترة كذا وممكن يجي يوم ما نعرف يعني يتحول في طاقة اليانج تصبح هي الذكور هم اللي يتبنونها والين الإناث هذا ممكن بس هو مو موجود الحين يعني لحد الآن حاليا الذي يغلب على طاقة وانت طبعا ما تريد تتصادم مع الواقع لأنك تتصادم مع موج بحر حتى لو كانت العلاقة مرضية بينهم تبادل والأدوار هو في الحقيقة تبدأ تصير في إشكالات إشكالات جنسية إشكالات عاطفية وإشكاليات أخرى اجتماعية حتى ينشأ الطفل على طبيعة مختلفة هذا الطفل الآن هيصبح عنده ميكشتر لنفرض أنه ذكر فهو الحين هيصير أكثر مثل أبوه لأن هذا اللي يعطيه الرعاية ولصيق فيه تعرفه بطبيعة أي شيء اللي يسقيه الأكثر هو الذي يحصل على الاهتمام الأكثر تفهم هذا المعنى يعني مثلا لو فيه زروعات في البيت وأنت اللي شاريهم كلهم الزروعات بس الخادم هو اللي يسقيهم الزروعات لا تعرفك أنت يتعرف الخادم الخادم هو اللي يسقيها وهو الكذا فهو أبوهم مش أنت ذلك وعندما من الطريقة الطرق الذكية في أصحاب بيوت يربون زروعاتك ما يرضون يقولون حقا خلاص أنت لا تسقي أنا راح أسوي شيء فيقوم الزرع عرفه هو هو الذي يسقيه الحياة بالنسبة لا هذا هو نفس الحيوانات كذلك أنت لو ربيت حيوان في البيت ما أنصحك بس يعني لو أردت وربيت حيوان في البيت ومثلا قط أو كلب أو أيا كان بس أنت مشغول حيل فتخلي يعني مثلا حد من الأولاد هو اللي يرعاه طول الوقت أو أحد من الخدم أوك حتى وظفت لموظف هذا الموظف أو هذا الأبن أو هذا الخادم اللي قاعد هو بالنسبة له هذا هو صاحبه مش أنت فالطفل نفس الكلام الطفل القريب منه ويرعاه طوال الوقت يعني طبعا هو أكيد يحس في اللي موجود مثلا ويحس في أبوه لأنه يشوفه داخل طالع راح كبس بس أكيد العاطفة تجاه اللي أمة لأنها هي تعطيه حنان أكثر ورعاية أكثر فمن هنا تصير يعني الاهتمام أكثر لكن السؤال هو ماذا لو كان العكس يعني كان هو الأب اللي قاعد يربي يعني هو اللي يربي ويحضن ويرعى وكذا ويغير الحفاظات ومع كذا فالطفل يصير قريب من الأب أكثر فيعتبر يعني طاقة أمه هو أبوه طب مع الكبر هو ذكر ومع الكبر يعني يشوف يعني الأب يتصرف بهذه الطريقة هو سيتبنى تصرفه في الغالب هذا الطفل سيصبح جنس ثالث يعني سيصبح هو ابن يميل إلى الأنوثة أكثر لا يميل إلى الرجول يميل إلى الأنوثة أكثر طيب نفرض أنها بنت بنت ونشأت يعني وتشوف أبوها كذا فلما تكبر تبحث عن يعني الرجل اللي تبحث عنه ستبحث عن يعني شيء شبيف أبوها وهذا في الغالب ما حيكون رجل حيكون أيضا بنت هنا نشأت مشكلة جندر كبيرة طيب ماذا لو كان أكثر من يعني ذكر وأنت أولاد يعني حتصبح لخبطة الآن يعني الولد حيرغب بشيء شبيب الأب والأم كذا البنت حتش بشيء بس الأم غايبة عن المنظر هي ليست نموذج في المطلب المستقبلي ما حيكون في أم ما حيكون في زوجها فهنا تنشأ مشاكل عميقة جدا يعني اليوم الغرب يستحي يتكلم عنها مو بس يستحي يتكلم عنها يعتبرها عيب يعني مثل لو تكلم جدام غربيين كذا هيتعبرون ما شاء الكلام العنصري اللي ما عرف شيك بس هم وحنا كلنا فاهمين وكل مختص يفهم هذا الكلام أنه هذه الحقيقة أصبحت الآن يعني سايكو سوشو اشيو أصبحت مشكلة نفسية اجتماعية حقيقية وتولد عنها جيل مرتبك يعني ما كان في مشكلة في الجندر كان في مشاكل سابقة في كل مجتمعات وكل عصور كل فترات فيها مشاكل بس ما كانت في مشكلة جندر تقريبا يعني مثلا كان في مثلا يعني خنقول اش نسميهم الجيز وليزبينس وكذا كان موجود في المجتمعات وعبد الآبدين من آلاف سنوات يعني ما هو شيء حديث بس كانت نسبتها بسيطة فما يأثر في المجتمع أو كانت جزئيتها بسيطة فما قاعد يأثر في منهج بس اليوم لا هو خطة يعني خطوة مختلفة تماما هذا يوم تطالب دول بكذا أنك أنت ما تحدد ممنوع أنك تحدد جنس الشخص شفت شلون يعني عيب تسأل بنت ولا كم عمرك أو كم وزنك هذا عيب مو لايق يعني عند المجتمعات صعب ولا لا أنا مدري ليش بس هو أصبح كذا يعني هيصبح عيب تسأل أنت شنه جنسك عيب شعلك منه هو جنسة ذكر أنت جنسة مش محدد ولا مدري ترانس سكشول ولا ترانس مدري إيش مصطلحات كتيرة ما نعرف شنه ما عايش نوزم LPGEQFM ما بيش ما وايد أعرف فصارت سبع أشياء الحين لحد لا إحنا واصلين وما ندري إلى وين ما اتجه كذا وصار عيب تسأل وقام ناس يعترضون في الأبليكيشن لما يحط ميل ولا في ميل يشطب عليها ويعصب وما يذكر وقامت بعض الفورمات تحط optional والله شي يعني مضحك يعني أنا مرة عبيت أبليكيشن مكتوب FM FM بعدين محطوط don't like to mention ولا optional ولا ميش شي خير يعني فوصل الوضع كذا يعني فما الذي يحصل لما يصير المكشر طيب خلينا نرجع للوضع اللي مو الاستثناء هذا وفي الغالب لا الرجل ما زال يشتغل يعني بس الفرق أنه دخلت عليها المرأة العاملة يعني صارت المرأة هي اللي بتستخدم الحكمة وهي اللي بتعمل protect وهي اللي بتعمل هو في الحقيقة لما تبدأ الين تأخذ دور الين هيحصل واحد من أمر أنا كتبتها بجملة بالانجليزية وأنا قاعد أكتب العداد كتبت when one changes when one changes the other adopt أنا شرح كتبتها عشان بس أذكرها كيف أشرحها لكم كنظرية لما when one changes لما واحد يتغير the other الآخر adopts يعني يتكيف خلص يتبنى المنهج البديل تعال خلنا آخر مثال ما راح حنانة وتنكد عليه وينك وما وينك ما تنطلعك الساعة طالع ما نشوفك ما هذا ما فيقوم خلص يقرر يقعد في البيت ما يطلع فتقول أنت أنت من ترجال ما تطلع ما عندك ماما فحين هو أدابت خلاص هي صارت كثير مشغولة لازم نشتري كذا ونضبط كذا ونصلح ما عرف فهو داخ من كثير ملاحظاتها يطول الوقت تنصح ويا في الحقيقة ما عندها الحكمة بس تنصح تنصح فهو فقد الحكمة تماما الآن شي يسوي خلاص اشتبين خلاص هاي فلوس روح انت يسوي فأنا سمعت عشرات السيدات يذكرون هاي الملاحظة تقول يعني زوجي ما يسوي شي قطل فلوس وأنا والله كل شي أسوي أنا المدرسين الخصوصيين أنا اللي أجيب الكهرباء في البيت أنا اللي أجيب الصحي يصلح أنا اللي أجيب السواق أنا اللي أروح المدرسة تابع الدرجات أنا اللي أوديهم المستشفى أنا اللي أتابع تعليمهم أنا اللي يعني أسوي كل شي في البيت يعني والله حتى أنا اللي أغير الزيت مال السيارة هو ما هو تبنى دور الين نوك اللي هو خلاص ما ياخد قرار ما يشتخدم حكمة ما يتحرك يفكر ما يحط منطق خلاص قاعد إلهام يعني قاعد شغل إلهام يعني العب كوتشينة كذا يعني أفكر أفكار حلوة نقط سياسي تويتر نعالج القضايا السياسية الكبيرة نتحكم نتكلم في الحاكم والحكومات والوزراء اللي موذة ويعني قاعد إلهام أرض الواقع مكشي هو استسلمه تماما هي ساعدت في هذا الاستسلام المفروض مستحيل تقول لها أبد ما أسوي شيء كذا أنا امرأة ما أسوي شيء بس هي أيضا نافست في كل شيء تبي تستثمر تبي تملك عقار تبي تدرس تبي تاخذ قرارات حياتية تبي تخطط استراتيجيا تبي ما فدخلت دخلت كل جو اليانغ هو مع الوقت ليحصل إذا كان اليانغ أنواع بعد إذا كان قوي حيتركها تعاني ويستمر هو في قراراته وفي حياته وفي كذا يعني مثلا تصير مع ناس يدرون مثلا رجال أعمال ومعرفش بس الزوجة تضرب فيه تضرب فيه تضرب فيه ففي الأخير هو يخليها تعاني فتبدأ تدخل مثلا تبدأ تجارة ومعرفش وتبدأ تعاني من التجارة خليها عادي خلها تعاني إذا جاءت أهلا وسهلا ما جاءت خلها تضرب في تجارتها ولا تضرب فيني يعني هاي فكرته خلها تضرب في التجارة وتضرب فيه معرفش وكذا وتعور توجع نفسها هناك ولا توجع فينا لأنه كذا كذا ما حتوقف الصراع فهو يرتاح من هذا الجانب يظل هو يانك وهي يانك بس هو الآن مرتاح من هذا الجانب يعني يغطي للك حيستفقد الين طبعا أنه ما قاعد يشوف الآن هي حين صارت كثير مشغولة كثير مشغولة في إنجازاتها في دراستها في عملها في عطائها في تطوعها في عين كان وتارك السموثنس والرحاية والبيت فهو خلاص يبدأ يستغني شوي عن جانبين ويصير هو مور يانك مور يانك وهي يانك أيضا بس هو يستمر ما يفقد الأمل النوع الثاني اللي هو اليانك الضعيف يستسلم فيصير خلاص هو يخليها هي اليانك يعني هو في الغالب حتى كان فيه رجال أعمال أو مش كان فيه رجال أعمال تركوا العمل يعني بطلوا وخلاص تلقاه في الأخير انزعج كثير وكذا بعدين قام خدها طلع أموالها وسواها وديعة يعني وفتحها عقارة وعقارين كذا وخلاص يعني خير وبركة ياخذ لها النسبة البسيطة كذا من الوديعة السنوية أو من شهادة الاستثمار يعني وشوية من العقار وشوية كخص وهي تطق في البزنس وتشتغل وتعمل وكذا وتنجح وتكبر وهو راضي عندها يعني هذا الجزء كذا أو يكون الجزء الثالث لا اللي هذا حتى أسوأ أو هذا سيء في الحقيقة يركن عليها تماما وهي تنطلق الآن تسوي هو يصير كذا طبعا هي بالأخير بالأخير حتى تتركه لأن الين ما يعني ما ترتاح إذا ما تجد الذي يحتوي تصارع تصارع هذا غالب الين مش كل الين تصارع مش المستنيرة تصارع تصارع يعني حتى تحزم اليانك ثم تتركه لأن تحس أنه خلاص وما هو مهزوم ما هي أنت اللي هزمتي يعني ما في امرأة تزوجت رجل إلا طبعا إذا كان وضع مختلف تماما وظروف أخرى لكن في الغالب تزوجت أنا شافت فيه رجل وحبته وشافته نموذج جيد للحياة شوي 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 بعدين صار سيء هو مش زوج زين هو مش إنسان زين طبعا وكيف وصل إلى هذه الدرجة يعني هو كان زين صح أو لا كيف صار مش زين ما يصير في حياتي أنا أتكلم عن بعدي أنا في الحياة ما أنا ساهمت في هذا الموضوع صح أو لا فلذلك يصير تبادل الأدوار خلنا نأخذ العكس يعني كذا نحين هو هو اليان اللي هو المفروض الحماية وهي اليين هو ما أخذ الدنيا سهالة ولا طافة يعني نقول بالكويتي كذا مشرع الباب يعني فاتح أبواب البيت مو عامل حماية ولا شيء ولا كذا مشرع الباب كذا يعني فاتح هي في المقابل اضطرة تصير يانك اضطرة هي تأخذ القرار اضطرة هي تسعف ما تبقى من الأموال قبل أن تفلت اضطرة أنها تحمي البيت قبل أن يسقط البيت يعني اضطرة أنها تعمل حجر على مسألة معينة حتى بس البيت لا يروح لأنها صرف كل كذا والدنيا يكون عندها فاضطرت هي تكون الديه وهو النايت بدل ما تكون هي النايت وهو الديه يعني هو اليوم وهي الليل وهي هو النهار صارت هي النهار الكفاح القرار العمل الحماية الاحتواء وصار ايه هو الليل هيدو ومزاج وربما مخدرات أو مشروب طول اليوم أو كذا يعني خلاص الدنيا كلها كول ففي النهار ما في رجل ما في ذكر ما في يانك وهذا سبب خلل لأن اليوم وخاصة يعني للأسف حتى أصدقائنا ومدرباتنا وكذا بثوا كثير يعني شيء هم يفتقدونه شخصيا فبثوا في الكل وسببوا وإزعاج فأنا أبي أعمل شوي التوازن لأن صاروا كلهم دعوة لكذا دعوة للاستثمار للثراء للمال للقوة للقرار ما يفيدك إلا نفسك إلا شهاتك إلا فعززوا هذا الجانب اليانقي القوي فصار ما في رجالي بيهم يعني كل رجل يحس يعني أوكي بس أنا ما يعني هذه ممكن تكون زميلة بس ما ممكن تكون زوجة وحتى الزوج ضاع دوره فبعدين عقو ما يضيع دوره زيادة تهده وتروح كذا تقعد بما تقول لك وبدأ تحتفل احتفال في الطلاق أوكي واحتفال كله هذا كله تبرير للفشل الزوج الرجل الذي ليس لديه امرأة يحبها وتحبها هذا شخص وهو يرغب في هذا الكلام هو فاشل المرأة التي ليس لديها رجل تحبها ويحبها وهي ترغب في هذا الشيء هي فاشلة يعني هي فشلت في تحقيق ذلك الشيء مش بالضرورة فاشلة بكل شيء بس هي فشلت في تحقيق هذه الرغبة صح ولا لا فهي اكيد مش نموذج جيد يعني انا مثلا لو رأيت مدربة تدعو الى النجاح والثراء والمال وكذا بس عندها زوج كثير تحبه وفعلا انثى معاه وهو كثير يحبها وعندهم تقدير مع بعض كذا هذا كلام صحيح هذا نموذج صحيح لكن انت ستجد في الغالب بالذات مع الغربيات يعني كذا كلهم تقريبا مطلقات او مش متزوجات اصلا فهم يدعون الى شيء يعوض اللي مموجود لكن قد تكون امرأة الان متزوجة من رجل لا تملك ولا شيء في الدنيا ما تملك الا رضا زوجها مثلا او حب زوجها بس لكن عائشة محتوية الدنيا كلها وذلك تجد مثلا في التراث العربي والتراث الاسلامي ما ضمن يعني حقوق المرأة لانها قد لا تجتهد في طلب ذلك يعني مثلا هي تورف هي تملك هي يعني يدفع لها النفقة حتى لو جلست في البيت وما اشتغلت هو كزوج مجبور يوفر لها بيت مجبور يوفر لها خادم مجبور يوفر لها خدمات مجبور يوفر لها حتى راتب فهو كل هذا لازم يقوم فيه وهي جالسة في البيت كده حتى بس لضمان بس بالعكس مو صحيح يعني هو مثلا ما يجوز له يدفع زكاة لزوجته ممنوع ما يجوز حرام ليش لأنه متكفل فيها كيف يدفع لها الزكاة فيه يجوز يدفع زكاة حتى قولت عمه يدفع حق و تخال بس ما يجوز يدفع لزوجته زكاة بس هي يجوز لها أن تدفع الزكاة له يعني هي عندها زكاة وزوجها فقير هي عندها فلوس ما عندها مشكلة تدفع زكاة حتى حتى لو غام ينفق عليها ماشي شف تخيل حليش لتوثيق المعنى هذا أنا أعز في التراث العربي والإسلامي هذه المسألة أنه في الحقيقة ضمن هذه المسألة حتى لا تضطر تشحت في الشوارع و توصل إلى مرحلة ما عندنا يعني سيدات محترمات في المجتمع وكذا وحتى في الأسر المتعففة البسيطة كذا تشحت في الشوارع ما عندنا إذا شحتت في الشوارع فموضوع آخر هذا ما لعلاقة في الاحتياج يعني بس عندنا رجال كثير ممكن يوصف فيهم الحال إلى ذلك فالفكرة هو أن يعني لعب الدور too much وذلك أنا مش مع فكرة كذا المرأة تملك عقار تملك تجارة تشتغل في المعروف الشيء تدير مشاريع دي this وإذا كان خلص إذن هو لازم يجلس في البيت تتفق معه ودقول أنا بدير كل هذا الكلام أنت تجلس في البيت بس اثنين هم كذا طايرين في الهوى سوى طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي الوضع يصير فلاتي الأصل أنه يصير فيه اتفاق كذا بس حتى يصير فيه نوع من الأخذ والعطف في الجانب هذا يسمونها علاقة مستنيرة ما تلقى قائد في التاريخ وزوجته قائدة مثلا يعني يصير هو ما يتراك بس ممكن تلقى قائدة بأي مجال مش ولا بالجانب العسكري بس فيه زوج داعم أوكي ممكن عادي هو الفكرة قابلة الغلبة اليوم لأن لليانغ يكون ذكوري والغلبة لليين أنه يكون أنوثي بس إذا تم بالاتفاق تس أوكي يعني وارد فيه صعوبات حيواجهنا بالمجتمع بس تس أوكي رح يوصلون لحلول كذا بس لما يصير الاثنين يانغ يعني فيه إشكالية حتحصل في العلاقة في الحياة وفيه حد منهم بالذات اليانغ حيبدأ يتخذ قرار يا قرار الانفصال والاستمرار فيما هو فيه دون أن يشركها فيه لأن خلاص يصار لها اهتماماتك يا قرار الانسحاب وتسليمها إيه القيادة وكذا يا قرار تمام الانسحاب يعيش حياته ورافع الشباك كذا فهنا يعني مسألة إذا أخذ طرف دورا ليس دورة سيكون على طرف الآخر التكيف مع الجديد الآن هيبدأ يتكيف على شيء مختلف فإذا أحد تغيير الآخر تغيير أنها طاقة يعني مثل مغناطيس فيها جنوب وفيها شمال فيها سالب وفيها موجب متكيفين ومتعاملين هما مش متنافرين هما منسجمين وتلفهم يلفون يلفون يسوون حركة دائمة طيب سندردش في اللقاء القادم أنا يمكن حتى أفتح مجال للسؤال والجواب في لقائنا القادم كذا لايف ممكن نسوي نسوي عن هذا فجهز أسألتكم يعني بحيث نحن ندردش في هذا لو كان عندي كلام ودي أقول المشكلة أنها الآن ما بعد ذلك كلها عبارة عن تطبيقات المفروض تكون عملية لكن أنت شوف شكثر أنت يانج وشكثر أنت ين شكثر إيه يانج وشكثر إيه ين وهذا الكلام يجب أن يسمع الطرفين حتى تعرفون كيف تكيفون هذه المسألة ولما نلتقي إن شاء الله لايف أظن خلال الأيام القادمة سنعمل لايف هنا بالقناة جهزوا أسألتكم في موضوع كود العلاقات أنت قاد تستمع لهذه الرسالة فإن كنت قاد تستمع لها بالليل فيجعل لك ليلة هنية مشافية معافية وجميلة وإن كنت أنت قاد تستمع لهذه الرسالة في النحرار فيجعل لك النحرار طيب متكامل مليء بالإنجازات